كوني قوية لأجلك أنت واجه مصاعب الحياة بمفردك كوني أجمل مما يظنون كوني كما تحبين كوني صعبة الكسر رائعة مختلفة كوني دائما أنت سؤالكم عني ربنا يجزيكم الفخير وإن شاء الله ربنا يبعد منكم عندكم الأمراض يا رب العالمين ويحفظ أولادكم وما نشوف فيكم مكروه يا رب العالمين كيفكم إن شاء الله قضيتوا بطريقة حلوة وبصورة حلوة إن شاء الله دائما مبسوطين يا رب العالمين اليوم جيتكم بفيديو تحفيزي كالعادة روتين بسيط خفيف في المطبخ حبيت أوريكم يعني أنا بعمر شنو قبل ما أجيب مثلا حاجات الأسبوع أو مقاضي بتاع الأسبوع أو مقاضي بتاع الشهر أنا دائما بجيبه بتاع أسبوعين أو أسبوع يعني على حسب أنا زمان لما أطلع كنت أجيب الحاجات بعدين أجي أن نظف التلاجة لكن لي فترة طويلة غيرت البرنامج دا لقيت الموضوع دا يعني شوية صعب بالنسبة لي لكن الأسهل إنه أنا قبل ما أطلع بيوم أو في نفس اليوم مثلا مبكر بعما شنو بنظف التلاجة برتب بشوف الفيه شنو والما فيه شنو حتى بطلع زي ما شفتون ونظفت التلاجة أول شي تاني شي دار أوريكم الزيتون الحاجات اللي بتجربوها دي لازم تخط فيه زيتون كتير من فوق عشان ما يخرب سريع وكمان الشطة والخضار مؤخرا بيقيت أحفظوا في الباغات البلاستيك الفلكو الفلكونا شفتوا دا بيقعد معاك فترة طويلة غير كده ما بيوصخ لك الحوض بيكون تلاجتك نظيفة ومرتبة وكمان جبت قبل فترة طويلة جبت الحاجات دي ووريتكم إنه أنا بخط فيه مثلا عشان التلاجة ما يتوصخ أنا تلاجتي مثلا بغسله لكن مثلا ما زي زمان بغسله كتير مثلا كل أسبوع لا كل أسبوع بنظف لكن ما بغسله بغسل مثلا في الشهر مرة غسيل تقيل لكن التلاجة بتكون نظيفة لأنه أنا بخط الحاجات في السبات أو في البلاء في الفايبر في الفايبر دا بخط مثلا الأجبان بخط العسل والحاجات الخفيفة بيشيلون الأولاد في المدرسة الشوكولاتات الحاجات دي كلها لما أخد فيه حاجات زي دي التلاجة بتكون نظيفة وبفرش فيه مفارج زي ما وريتكم مرات بجيب المفارج بتاع السفرة ومرات ملايات قديمة كذا أو كمان حاجات كتيرة بعمله في البيت لأنه الأحسن أعمله في البيت وقعد معاي مسافة طويلة مثلا زي الطحينة نزلت ليكم وصفته في الفيديو الفات بعمله كمان باخد زيت زيتون كتير من فوق وبخلي في التلاجة المهمة النظافة يعني في المطبخة اليوم ما كان شديد أو ما كان كتير كان وسط أنا نظفت حتى الأدراج بتاعت الحلال وكمان الصحون كذا بس ما صورت ليكم لأنه حسيت أنه يعني ما كان عندي زمن كنت حابة أطلع فبس يعني صورت لكم حاجات بسيطة بس كاروتين تحفيز يعني لأنه أنا بعرف أنه مرات بنكسل مرات الخمول بيقلبنا زي ما بقوله فنظفت نظافة سريعة كده كمان دايرا وريكم الأدراج بتاعت الحلال والبلاستيك طبعا أكيد كل واحدة فينا عند المطبخ لازم يكون فيه درج أصلا جايد شوية فأنا حبيت إنه أشيل الجوطة من الدرج ده عملت شنو أي يعني من كل فترة لفترة الباغات البلاستيك مرات بتلقي الباغة الغط بتاعته مش هوين الله ورسوله أعلم ما بتعرفي سبحان الله مرات تلقي الغطة مرات تلقي الباغة ما فيه والعكس فأنا طلعت شيلت الحاجات النواقع كله رميتهم لأنه ما فيه منه فايدة يعني وهنا زي ما شفتو كان مفروش باللون فرشته قبل فترة كان صورته ليكم كان نظيف ويعني ما توسخ وبحافظ لي على الاستان تغيرته بس باللون الاخدر يعني كتغييري بسيط في المطبخ محتاجين إحنا طبعا للتغيير ده غسلت الحوض وغسلت اللاي كريم كوم بتاعت الكشرة وكمان غسلت الأرضية لأنه يعني عشاء ويقفت فيه كتير وكده ونظفت التلاجة وغسلت الحوض كان في شوية كركبة المهين غسلت ونظفت النظاف يعني أخذ مني زي ساعة وشي في المطبخ لأنه زي ما وردت ونظفت باقي الحاجات بس ما صورت ليكم جزء بس يعني لقطات بسيط عشان أحفزكم ده كان الشكل النهائي سبحان الله مطبخك لو جايت مطبخك لو ما مرتب خاصة تحس ان الدنيا دي قدروا ما تنظفها المطبخ ده ما بظهر ليكي رايب وكده لأنه الحاجات من جوا بتكون محشرة كتير من فترة لفترة حاولت وطلع الحاجات اللي في الدواليب حتلقين كنتي ليكي سنة ممكن ما استخدمتيه واصلا ما عرف حتستخدميه ومتين قاعد سائجة لشنوزاته ما بتعرفين تطلعي تدلي زول محتاجة وتدلي للناطور في البناية وكده ده بقى يعني عادتي مؤخرا انه أنا بنظف المطبخ قبل ما أطلع الحاجة ده مريحة شديد أنا يعني ريحني جدا بطلع بعد ما نظفت المطبخ مثلا طلعته بجيب حاجات اللي ناقص بكون عارفة الفشنو والما فشنو تمام بجي بلقى المطبخ نظيف بخد حاجاتي في الأماكن اللي حيكون معروف يعني لأنه أنا نظفت ورتبت حيكون معروف حيكون معروف حقودتها وين فكده انت بتكون يعني ريحة نفسك شديد المهم بعد ما نظفت المطبخ طلعي كده قلنا نمشة نجيب لأبشة جيب لي حاجات بس استغلت يعني انه أنا مع زوجي فقلت لما اكون معروف اشتري الحاجات التقيلة ولما اكون براي اشيل الحاجات الخفيفة لان نصنا بكرة حمش يجيب حاجات المدرسة وكده يعني دايما المتاجر الكبيرة دي ناس الخوري حاجاتهم بتكون يعني بتجملة وكده خشلت منهم شوية حاجات وبعد ذا حسينا انه الجو حلو يعني جو بدا يتحسن وكمان لينا فترة يعني زي ما بقول المرض كان غالبنا شوية قلنا خلاص لما انه طلعنا نلفلف شوية كده ونرجع وتصور ريكم كالعادل حاجات الاماكنة الحلوة الاماكنة الجميلة فكمان ممكن تكتبوا لي في الكومنتات قضيت في الويك اندي كيف وبتعملوا شنو وكمان يا ريت يعني كل واحدة فيكم تشاركنا اراف يعني في مطبخة بترتبوا كيف طبعا المطبخ ده اهم شي في البيت يعني الواحدة بتيتمنى انه تكون عندها مطبخ كبير وواسع وادرايت كتيرة عشان نحشر براحتنا العدة وكمان يعني كل حاجة في المطبخ يعني يكون كلاسيكو حلو كده يعني فان شاء الله ربا يرزقنا جميعا يا رب العالمين اتمنوا انا ذاتي بيتمنى ربنا بيقولوا ربنا بيدي الجنة فما بعيدين انه يعني يدينا حاجة زيدي في يوم من الايام ان شاء الله يا رب العالمين جميعا كلنا يعني ان شاء الله ربنا يرزقنا بكل شي بنحبه المهم كنت بس يعني حبيت اطلع عليكم كمان صراحة لاني ومما نزلت لكم فيديو واشتقت لكم منتاتكم الحلوة وحبيت اشكركم جدا على اي واحدة يعني دعتلي في كومنت ودعتلي اولادي الحمد لله اتحسن كثير الحمد وشكري لله بس هو المرضة يعني شوية ومعاه كحة اكعب شي الكحة لانه بيجيب استفراء خاصة للاطفال خلوا بالكم انهم شديد حاولوا انكم تجيبوا لهم من بدر الادوية بتاعت السعال بل بتكون من الاعشاب وكلا وربنا يحفظكم جميعا يا رب العالمين المهم بعد ما اشتريت حاجات بسيطة كده يعني ارجع البيت لا طبعا بما انه طلعنا يلا خلينا نطلع نمشي نشوف الدنيا حاصل عليه واشنو ما شاء الله طبعا الناس هنا في الامارات اول ما الجو يتحسن ما في زول بيقاعد في البيت لانه يعني السنة كلها الناس بتكون خلاص مكبوتة جوا البيت الجو حر وما في طريقة هنا انه الناس يطلعوا يعني يمشوا قاعدوا في حدايق في باقي الفصول لانه صراحة الرطوبة كعبة شديد يعني الرطوبة صعبة شديد اليوم يعني طلعت قلت لمحمد خلاص نمشي شاطئ الحديريات طبعا الشاطئ الحديريات دي حاجة جميلة كده خرافية شديد انا صراحة مشيت عشان اصور ليكم لكن شنو ما شاء الله تبارك الله يعني ما كنت متخيلة انه هتكون يعني الناس هتكون مزحومة كده كان في زحمة كده سبحان الله الناس ما صدقتين الجو بيقى رهيب فان شاء الله باذن الله قريبا جدا حمشي شاطئ الحديريات وشوفها هيخليهم يمشي يستمتعوا وحصور ليكم الشاطئ دا يعني اي مكان فيه وحصوره ليكم لانه صراحة يعني اي واحدة ما عايشة في الامارات ونفسها تشوف الامارات والاماكن الحلوة فيها يعني الناس تقول عن انه الامارات جميلة وفيه حاجة الحلوة انا باذن الله حصور ليكم كل شيء يعني كل مكان جميل في الامارات خاصة شاطئ الحديريات حصور ليكم تصوير كده حلو شديد امشي يعني يوم يكون فيه اه الجو حلو وغير انه الجو حلو حمشي ليكم بدري يعني بعد العصر كده تمام؟ مشينك العادة ما شاء الله تبارك الله الناس مليانة يعني الجو حلو مش الجو يعني قصدل الهوى وكده لا الجو زات وفي طبعا المطاعم والكفهات والعربات بتاعت الاكلات السريعة ورحت القهوة ورحت الكشري والسندوق يعني حاجة كده رهيم الناس قاعدين ما شاء الله مليانين ربا يسعيدهم جميعا يا رب العالمين فبس حبيت اشارككم الحاجات البسيطة دي واني راجعة برضو كان صورت لي حاجة كده بسيطة من مسجد الشيخ زايد برضو ناوية بازني الله بعد ما الجو يتحسن حصور ليكم مسجد الشيخ زايد طبعا معروف انه هو مسجد كبير جدا ومسجد ضخم جدا ورهيب رهابة كده جدا رهيب شديد فان شاء الله بازني الله حصور ليكم اليوم برضو بس يعني زي ما قلت عليكم حبيت اطل عليكم واسلم عليكم وان شاء الله تكونوا دايما بخير يا رب العالمين وكمان يعني روتين بسيط في المطبخ ان شاء الله يعجبكم وكمان توررونا والما عندها مثلا مطبخة جاية ومكركب ان شاء الله تتحفز وتكون يعني ما بيقولوا الايام كتيرة والواحد ما احرف يقضوا زمن وفشنو زهج وملل خاصة المقتربين فان شاء الله يعني كل واحدة فيكم تشوف مطبخة والحاصل عليها بالجدي يعني مطبخك ومخزنك لما يكونوا مرتبين ورايقين بتحسينوا البيت كله رايق والدنيا حلوة والامور ضابطة فان شاء الله تستفيدوا من الروتين البسيطة الصغيرة لصورته ليكم وزي ما قلت ليكم ما طولنا في شاطئ الحديريات رجعنا طوالي لانه كان في زحمة شديدة فان شاء الله حصور اليكم بتمنى الفيديو عجيبكم وبتمنى تكونوا بخير وكمان تكتب لي اكتر طلبوا مني الفكار لانشي بوكس ان شاء الله بازني الله الفيديوهات الجاية حنزل ليكم وكمان حنزل ليكم ما ناسية كريمات الترطيب الحاجات التي بكرا ان شاء الله لو طلعت حجيب الحاجات اللي انا محتاجة لي ولي كريم الترطيب حصور اليكم وحنزل ليكم عشان الشتاء يعني بحتاج مننا ترطيب قوي الجسم بحتاج قدر ما هو يعني قدر ما الناس بتقول عاوزين نفتحه عاوزين كده قدر ما الجسم ده محتاج ترطيب كل ما انت ترطي بجسمي كل ما لونك سواء كنت سمراء سواء لونك كان ابيض او اسمر او اشق المهم يعني الترطيب اللي هو اللي بيخليك نايرة ولونك كظريف ومندي ما كريمات التفتيح وكل شي يعني بظهر الجمال بالعكس الترطيب ده شي حلو شديد ومفيد جدا للجسم خاصة انكم تشربوا موية كتير وتأكل برتقال قدروا ما تقدروا البرتغال ده كتروا من البرتغال واشربوا موية كتير يعني ما عارف اقول لكم شنو لكن ان شاء الله باذن الله لما انزل الفيديو بتاع كريم الترطيب حانتكلم في النقاط بيعتزر منكم عن ازعاج يوسف وكمان لسه عنده مكحة وكده شايفها وكحة عليكم كتير فان شاء الله الفيديو يعجبكم والمناظر الحلوة دي تعجبكم وكمان تكتبوا لي الفيديو الجا يكون عن شنو انا ناوي انو الفيديو الجا يكون عن كريمات الترطيب واي واحدة حضرة الروتين اللي نزلتو كان عند الصالون ممكن تكتبوا لي في الكومنتات الصالون محتاج شنو وفي بنات كتار قالوا لي غيري ستارة انا سغير الستارة لكن الستارة الموجودة عندي في البيت حاليا ما بقدر اعمل ستارة عندي ستارة باللون البيج باللون البيج هعلقو وان شاء الله حصور ليكم برضو ناوية يعني في النشيطة خلاص برضو ناوية اعمل شوية تغيرات كده في الصالون ممكن تكتبوا لي في الكومنتات رايكم شنو في الصالون والشيء اللي بحتاج تغير او خلاص ودي الحاجات اللي انا جبتو يعني حاجات ما كتيرة بإذن الله بكرة حكمله طبعا جي طوالة الدنيا نظيفة التلاجة نظيفة دخلتهم رتبتهم وخلاص عشينا والحمد الله وشكر الله عندك كان فيديو بسيط وما كنت مرتب على الكلام بس زي ما قلت عليكم حبيت اطل عليكم حبيت احفزكم تشوفوا الليكم والعليكم في سنو ان شاء الله يا رب العالمين دائما تكونوا مبسوطين مرتاحين وفي اتم صحة وعافية ان شاء الله لحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي وروتين جديد وكل يكون طاقة حلوة ويعتذر منكم جدا الفيديو فيه ازعاج من الاطفال زي ما قلت عليكم هم اصلا ما قادرين يعني الكحة بتاعاتهم دي صعبة شوية ما قادرين يعني ما عرف اقول عليكم شنو بس بعتذر منكم ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة